في تركيا دعا صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعب أو الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد دعا حزب العمال الكردستاني إلى رفع أصبعه عن الزناد بحسب تعبيره وحث الحكومة على وقف تصاعد العنف وإطلاق محادثات سلام دعوة دمرداش للتهدئة للطرفين جاءت بعد يوم من مقتل ستة أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلين جنوب شرق تركيا التي يغلب على سكانها الأكراد ترجمة نانسي قنقر